السلام عليكم ورحمة الله يسهل وبركاته كبغيتو سنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد طاولة اللي هي اعادة تدوير دي الواحد الساعة دي الحائط اللي انا غيرت لها الشكل ديالها وبغيت نديرها كطاولة ديال القهوة كما تتشوفوا على هات الشكل جات راقية وجميلة وعصرية وهات الشكل هادا ديال هات الطاولات هادو ارجوه الامود وتتبعوه في المحلات التجارية الكبرى انتع الدكور ولكن تتبعوه بثمان غالي وانا تحت عليار خصائل ابغيتو تعرفو كيفاش ندرتلها يلاو معي باش نوريكم الطريقة نبدو على بركة الله كما تتشوفو ان انا بطبيعة الحال غدي نستعملو هاد الساعة هديد الحائط اللي القطر ديالها فيها ستين سنتيمات خونتم ما تقدرو اي اما تجبروها تقدر تكون كبيرة تقدر تكون صغيرة على حسابكم انتمو على حساب الشكل ديالها هنا يا غادي نبدأ نبدأ في العمل هو انني غادي نيد لها ديك اللي فيس من نور بطبيعة الحال باش غادي نحلها باش غادي نفتح لها هاداك القدام ديالها باش غادي نبدأ في التغلاف وتزين ديالها وهنا اول حاجة اللي غادي ندير وانني غادي نحاول نحيد لها هاد العقرب ديالها هاد لزيقوي ديالها باش نخليهم بعد باش نرجعهم من بلاستهم لاننا غادي نحتاجهم من بعد هنا يتنوريكم هاد الورق اللاسق تقدروا تستعملوا اي ورق ما شي لا بد اللي غادي نستعمل انا هاد الورق اللي غادي ندير من الداخل وغادي نقطع وغادي نلصقها من بعد وهنا هيا نحتاجه لهاد للسق بطبيعة الحالية اما هاداك لبيض لغيرها البيض ولا هادا اللي شفاف المهم اللي تيصلح لأعمال يدوية غادي نبدأ ندهن وغادي نلصق طبيعة الحال موسيقى 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 اشتركوا في القناة هناك متى تشوفو باش ندير واحد الاشرطة ديال ديك الورق غادي نقطعه وغادي نسقه من الجوانيب غير هو غادي نخلي ديك الاسود من الفوق ومن تحت وهو غادي نسقه ديك الاشرطة غادي نسقه في الوسطة اشتركوا في القناة دائرة كلها اللي غادي يجي غادي يجي ديك الحوف بينين ديال الاسود هنتم ماكي ما تتلاحظوا جاي بينين لها الشكل ومن بعد غادي نرد لها ديك العقارب ديال الساعة غادي نردهم لبلازتهم ونرجعهم اشتركوا في القناة موسيقى وهنا نرد كل حاجة لبلازتها كما كانت من قبل طبيعة الحن نطفوها شي شوية شو نرجع لها الغادي الها كيف مما كانت موسيقى شكرا للمشاهدة 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 اوريجينال وانا عجبتني انا نديرها في هاد القنيت اه اللي باش نحطو عليها باش نشربوه الشاي ولا القهوة اه هادا هو الشكل ديالها النهائي تنتمنى انه وتنتو ما يعجبكم اه ولا يعجبكم هاد الفيديو بطبيعة الحال تنتمنى انكم تديروا لي اللايكات بحال دائما تتشجعوني وصلع عن نبي عليكم تبارك الله ما شاء الله عليكم اه تتعطوني تتحفزوني بزاف وبالنسبة الاجدادات لاول مرة تشوفوا هاد القناة تنتمنى انهم يديروا الاشتراك ما يترضوش انهم يديروا الاشتراك وانطلقوا ان شاء الله عوتاني في شي فيديو اخر باذن الله ونقول لكم اه تبارك الله عليكم على الغزالات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته